اه التحق بينا الان سيمو حمد المزوغي رئيس اللجنة البراليمبئية التونسية مرحبا بك سيمو حمد محبا بيك ومحبا سيد الحضور ومحبا سيد المستمعين دل نرجح لك بعد شوية قد قد ما كنت اه نحن خلينا ذاكر يتكلم على حارس مميش وعلى والده خاصة طرف تكمل يعني وبعد نواصل يعني كما حكينا استفيق الاخبار اللي اخبار اللي انا انا تحدثت مع الوالد نحكيه على اللاعب توبيده كما قلت لك الاختاء كثرت قربة لبعدها وهو رو كان محظوظ باقصى درجات لانو الاختاء اللي يعملها منتصرت فيها متراجي ما كانت سبب فيها ايزمة ما كانش روه اه كلمخ لا بالقوة الكورة يقعد على البنك بالطرق الكل مهما يكون اه تفل البارة هنا كينا نتفرج فيه في التلفزة نحسه اه في العمور هذا عمري ماريت كينتفرج في التلفزة اي حارس في العالم في العالم شوفوا في البلارتين موش يكلم في صحاب في حال ماخ دي موراليزاي لقصى درجات وهو يعرف سعب كلم عمري ماريت جوار يبدأ مفجوع يطلب الشانجمون ولا يحب احسن حل عمله قليص العقوبي كيخليه في الفيستير مش في وسط الوقت بدلو تعرف يعمل غلطة تخرجوا من هنا راي ما يشبهيتلو مسكي ما يدخل الفيستير ديما الشانجمون الصحاح اللي تبدأ خايف على جوارتاك تخليه في في الفيستير بالنسبة لي هو كحارس ما ترى وكان محظوظ بالطرق الكل لانه القاه حماية من رأسي النادي هو كان في المستوى موش مزيه البلاصة اخذاها موش اعمال دي باراد مش تضر فيه وترجع مع ان كان في المستوى وراه سيبافاسيلي نحي بلاصة معزبين شريفية لانه معزبين شريفية في العالم مجمع القول الصغير كادي ماتشوات حتى يعمل صن بورصان الاخر كيجي شد بلاصة ما نعرش جراس المعين ولا طرق ثابت وقت اللي كان في المستوى وعنده جراء باش حتى معزبين شريفية على البند وخلاه هو يواصل انا ولكن تسني قبل ما تشو حكيت في بلايس اخرين اعرفت بشي يعمل ما نعرش عليه حكا بشوية خبرة لانه حس تفول مش مركز تقول حتى تبرك اللي عليه هو كابدن كشبوبية تحسوا ما هوش موش فما حاجة مخترة في الدنيا هذي سي توفيق الشهرة وشهرة كيجي لوحد صغير راو لازم يعمل ديراباج راوه مهما يكون ابوه مسؤول مهما يكون هو ما ينجمش راو يعدي كارييرو تابيروه جراو تنجم تقول ظروف كنت قاسي عليه برشا في الطريقة هذي لكن زادة في الطلاع عمره صغير برشا في عمره طلعه وكانه في المستويه لكن ما كانش العليم هذا كيما عدت وقع سبعتها سنة عب في المنتخب لكن ما كانتش هال الفيسبوك هالامور هذي العلمي هال العلم التواصل الشيماعي اللي موجود ولذا زادة وانه من رأيي هنا مصلحته هو نحكي على فتة راجي توا يوخر شوية التالي يقيم اللي يعملو خطر في عمور النجم يقيم مع الله تراجبتاها وانتي تقول لي جابولو اه معد ذهني اروي جاكل الحاجة احنا جوريت في تونس رأينا العلم محلية هيا ما رأينا عنا عقلية مايش عد هريتكي تجيب معد ذهني يقولك مهبول انا ديريكت ايه هذيك الريبونس بالنسبة لي هو هذيك الريبونس ترفق تيش معدد ذهني يجيد للجوال التوانسة وقت اللي تبقى مع سهول ينتيسيبي فيق اللي فما راض مو بشي يتيح اما كي يخلته في الحال ذيك وتزيد انتي تجيب له واحد من نوعين هذي ما عندك يتوسه للي ذا طوى بحق بن سعيد بشي يشد الكاجة متاعه ويشتنه هو لغا فرصته مرة باي عبد الكريم نخليك اتعقب وبشي سلك ايه مع ذكر اه قيس اللي عقوبي غلط كي يلعبه الجماعة الاخرى احنا نحكيو حكيه على بن شريفية جيب بن شريفية بور انكادري الولاي بن شريفية باجها الاولانية اكتويل ما لوميور غارديان سي بن شريفية حقو العبد بن شريفية تاو راو نحكيو علش؟ ليه تاو نحكيو كن نحاهم ملعبوش والغلطة هذي عملها بن شريفية ولا عملها القول الاخر راو راو تقلبت عليه الدنيا كما كنت تحكي انتي تاوى يعني هاليامات الاغلاطة تقريبا لبعادها تقريبا لبعادها كان ياجم يحب يحميه كان ملعبوش ما يصير الشاذر كل تاوى لازم الحماية تاوى مثلا نحيه انتي في الميتان نحيه في الميتان هوني لغال اكبر غلطة تحامل مسوريتي انتي حتيته ايه كي تسكو وما تربحش ايه ايه كي تسكو وما تربحش ايه انا حتيته حميته ملزال ما كوفريش روحه يستحق اخذ نقول لك حاجة كان جاوزوس لاذا كورو خليب شو تخل سمحلي بن شريفية علش معايت البن شريفية قالوك بن شريفية يعني تروزين مقارديا نهرتها علش انا كنت تتصور بن شريفية كنا فيه اللي عاملو متعجيبو ايه 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 حاطة وكذا لكن ززمو زادا يرجم يحقو كي هبط الحارس النيدي السيخصي دحمين دحمين هذاك هو اللي كان عند الا الاكلية كيتو خشكو را يتكلم تحسو تحسو صوتين الاسحابو انتي تعرف ان كنت نلعف الاكسانترار كيتبدا روك خايفة كيما بالعكس كيما القول يبدى خايف الاكسانترار حتى التايمينغ بتاع الخرج واللي غالق يتعدى مرحلة خايبة وكلية تسعة بوت صحي اي 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 ها و رجعها هذا اقبل المتخبع اعمل المباراة يظهل يوفيناه حقوا الموضوع هذية توجي سحبيت نحنا انا كلمت اقبل مع ايمن شاندول نعرفه بالنسبة لتراجل هذه تونسي طلب التغيير بتاع الموعد بتاع المقابلة يوم الثانة وعشرين اتكلمتها مع ايمن شاندول قال انا مراش مانع يعني كجمعية امتاع اتحاد بينجردان باش تقدم المباراة هذي الى يوم الجمعة قبل ويلقى ترجل هذه تونسي متسعة من الوقت باش يلعب معه فريق جوليبا المالي في إطار كأسرابيتة الأبطال الأفريقية يعني هذا هو حل وثم حل آخر هل أنه يعني نشوفه نحن الجامعة أو الرابطة هل أنها باش تلغي يعني الجولة لكلها برمبتها أم لا هذا على كل حال ننتظر يعني القرار اللي باش يتطر باش جامعة فمال لجنة الإسلاح إسلاح اي هذا هو هذا هو الرابطة هي اللي تقرر علي كل حال هذا هو يعني وصنا لأنه نحن مازال عن أربع ساعة بالنسبة لسي محمد المزوغي عنده التزامات أخرى ناخذ الساعة قبل كل شي فاصل موسيقي قصير يسر ونتكلمه مع الرياضة البرالامبية مرحبك مجددا سي محمد المزوغي رئيس اللجنة البرالامبية تونسية نعرفه المدة الأخيرة كنت يعني نظمته حفل على شرف يعني المحتفين واللي يخذوا يعني ميداليات ذهبية في الألعاب البرالامبية اللي دارت في باريس وهذه يعني باذرة طيبة ومش غريبة يعني عن شخص كيف كفهمتوما يعني اللي كنت قبل نعرفه كان من قبل سابق يعني مع عطس علي حزلة لا يرحمه فهمتني كنت موجود يعني في هذا القطاع وهذا بطبيعة الحال اندل على شيء فيدل على الإحاطة وكذلك يعني رد الجميل للناس اللي خدمة الرياضة التونسية فكانت كلامنا ساعة على المسألة هذية كيفية جدكم يعني البادرة هذية وكي شوال وقها على نعرف مش حتى على بالنسبة اللاعبين والرياضيين ولكن حتى على العائلات المتاحهم اللي كانوا حاضرين باك الله فيك نعرض نشكرك على الاستدافة هذه احنا اللجنة الوطنية البراليمبية التونسية قامت بحفل على شرف رياضيين مشاركين كل معنى عايتنا الناس كل اللي شاركت المشاه البريس دميل 24 الكل جاء والكل تكرم بالمبالغ مترفاوتها اما الكل هم تكرموا الحمد لله وحبينا للحفل هذا خطر احنا لانوسيون دي سبور باراليمبيك هو هي ديما كلمة العائلة موجودة احنا كنتكلموا نقولوا نخدموا عائلة مع بعضنا خطر ما زالت الفلوس ما دخلتش كل واحد ما زالت الباقي لانوسيون تفهمي حبينا نكرموا الامهات خطر اللي ما يعرفوش سيدة المستمعين نخزو كان اكل اللي طلع الميدالية هاو ثم الوالدين صوتو احنا بول لباسون معنى ذوي الاحتجاجات الخاصة هاو الوالدين عندهم دو كبير ياسع في الايحاط بيهم معنى حبينا نكرم اللي التوجو وامهاتهم وامهاتهم اللي جاء معنى عملنا حفل على الحفل هذية فعلا وكذلك يعني اكتم زادة تكريم العديد من الاعلاميين اللي هما ساهموا في تعريف بهذه الرياضة وكذلك تسليط الاضواء على اصحاب يعني نحن ننجم قولهم الاشخاص ده والاعقة هذي الاسم تسحية الصحيحة على حسب الامم المتحدة فهنا يعني هذي كان يعني اتكم صحة زادة كيف فكرتو على قطل الاسف الشديد كثير من المنظمات وكثير من الجامعات اللي مايفكروش في رجال الاعلام اللي هما عندهم دور كبير للتعريف وتسليط الاضواء على اللاعبين وكذلك لنشر هذه الرياضة في مختلف الربوع وكذلك تحفيز الرياضيين لتحقيق نتائج بهرة حتى على صعيد دول صحيح احنا اول حاجة الاعلاميين هما شركاء خطر احنا كي نقول لك شركاء ومشلوغة خشابية خطر احنا الساعة تدور منزلنا صغار منزلنا منزلنا حتى الامكانية نتائج صحيح احنا في العالمي من 188 بلاد احنا تونس في المرت 24 اما من الامكانيات امتعنا مزلت على قدها ومزلت الناس مزلت ما تعرفناش هتو كنسل على استاذ الحضور تم اليعرف شوية تم اليعرف مزلت الرياضة ذوي الاعاقة مزلت مش معروفة بالقدار في تونس انتقناسيونات ما تصواش قداش معروفة ما تصواش قداش معناها لذلك حبينا بشي معناها هبطنا وقتا على الصفحة رسمية بتاعنا نداء للصحفين بشي احنا نتكفلوا بالسكانة بتاعهم وبالسسم و بتعملوا بتاقت نعملهم بتاقت الاعتماد وكل شي والحق تم ايه لزكري التاسيار وثم اللي جاوا وكانوا حاضرين معنا وكانت معنا كانت نقلة نوعية نقول في ديما نمشي ونجي ويجي ونالمتا ناس شافت تعدات شافت معنا شنية رياضة البراليبية وكيف و الخطر اذا انتظر وتفهم وكل شي وخطر باشا ناس ما تفعرف شي اللي الكلومتر كي نعطيك مثلا المل سنكسان الوقات متاع البراليمبيك احسن من الولمبيك المال فهمني الولمبيك بصحت ولباس عليه كل شي و الاخر معنا اوقات قاعدة تسية ونس قاعدة تخدم قاعدة كل شي هذيك علش يلزم الكل نحط في اليد في اليد ونحاول ننهض بها صحيح انا مشيت العبد البراليمبيا متاع اثينا عام 2004 ومشيت كذلك كأس العالم يعني اللي دارت يعني في مش في موريال في كندا في كندا وصارت في المقاطعة الفرنسية في الكيبك فالشي اللي شفته حقيقة يعني هذيك علش كانت يعني بالنسبة الفلسفة متاع التعريف والاستراتيجية التواصلية متاع سيعلي ومعهزة كذلك عبد الحليم الجبالي اللي عمل لتصنيف الرياضي بميخصص يعني يعني هذيك اللي يعطاها فكرة باش بديت تعرف انا نعطيك مثال بسي محمد يعني عام 2004 بالنسبة الالعاب الولمبية مخذينا حتى ميدالية بالنسبة الاسوية ولا ميدالية وبالنسبة بارك الله للعاب يعني بالنسبة الاشخاص طويل الاعاقة اخذيو اكثر من 21 ميدالية واعطوني انا الاذن باش تقطع حتى البرامج ما فيهم الاخبار لما يكون ثم تونس يشارك وعدينها يعني كما الفان محلولة وعد يوكا هو فيبني والحمد لله هذا السؤال انا لي جرني كنا حقيقة على مستوى نحن عنا كانت رياضة وحيدة فقط هي الالعاب القواء ثم ثم عندكم كرة الجرس وعندكم عنا اللي شاركنا بهم شاركنا اللي عندهم عميقة الاستاذ المستمعين كما اللي عندهم اعاقة عميكم يتحاك جملة ثم كرة لينا ويبدأ كما الوح عما تشوف اللي لوحوا بها شاركنا شاركنا بال تجديف وال البراء الترياتلون هذو معنا اربع اختصاصات ووقتي شاركنا بهم تسمى معنا النجاح اللي وصلنا اخذينا بطولة فريقية وشاركنا واحد ما كناش الحق نعملو على الميداليات خطر بشتعمل على الميداليات يلزم تخدم خطر احنا اه معنا اللي في بتطعف اللي والله مقبل لبديناه صحيح ديناه ولي ودينا كل شي خطر ساعة ناس تشوف كاينها معنا جاة غضوة هو لسانجليس اذا كان ما تحذر لو شي ما تعمل لش احنا كلجنة الوحيدة وحيدة اللي ديما كل ولداتنا بالعلاقات بالخدمة اللجنة نعملو المستاج يكون ديما متاع خمستاش يوم ومعنا يكون المقاطعة اللي نمشي ولها ولا واحد كل دوك خطر عندنا كيما نقول احنا سمحوني في الكلمة وشقول فونت كوميرس عندنا ولداتنا اللي معنا ابطال العالم ندلو عليهم نقول مش نشي بحضيك كيما كنا في فرنسا مشينا المنطقة في فرنسا مشينا المغربة مشينا ثم الكنديان ومشينا الكل وكل يقول مولا نعطيكم معنا وخذوا تيلو وكل شي احنا كيمشينا غادي يقول احنا جينكم معنا عنا ابطال بالابين يب تخدم كي سينا عنا شكور 50% في اليابان اخذينا 100% اخذينا في اليابان في توكيو فمني هو احنا احنا يتسرفون مثلا في لوس انجوليس جيت اتن ديليگاتي من امريكا جيت اتن ديليگاتي من امريكا جيت واحد اللي عنده اكسب او مدالي في سيول وحبو يجتمعوا معنا عملكا جبتوا واحد معاه ماخد 300 داخل واختي جاء الحديث تبدل مالك لماك جابش ينصحنا ويعمل لغة تبدلت ايجا سيدي احنا باش عندك ما تفيدني احنا بينا عندنا ما في دوك واختي تبدأ تحكي معه ايجالة ايجالة بني ايجالة حبيتنا نكلمك نحن بتبيعة الحال لو الحديث سجون معك وانتي عندك التزام بعد خمسة دقائق ولكن لابد من اثار السؤال ولو هو يكون يعني بتبيعة الحال استشرافي وفيه زاد جرس يعني الخطر شوية عليش حتى انا تبعت الرياضة هذه منذ النشأة متاحها والاسف الشديد فيما يخص اللاعبين اللي قاعدين يخذوا في ميداليات عليش حتى زاد ثم الدول اخرى زاد تقدم وعند الوسائل زاد المادية اللي يتمكنها يعني في وقت قصير باش يعني توصل وتلحق بالركاب بتاعكم وحتى تتجاوز فهنا انا شفت يعني من الجيل من اللي كان يعني الجيل بتاع القدابة اه ربط جبا وماهر بقر وعلاق اللي كان في وعندك شيدة فهنا انا حبيت السؤال المطروح هو ماذا يجب ان تقوم به من اجل المحافظة يعني على النتائج الباهرة وكذلك حماية هذا الجيل الجيل الجديد نحكي فهمتي باش هو يخو المشعل على الجيل القديم وتبقى تورس زائما وبدان متربعة على العرش خاصة على المستوى العرب الفريقي لان انا الرعت والان الجزائر حق تقفز عملاقة المجال نجاوبك اول حاجة اللي هو يلزم احنا ناخذ ولداتنا ولو ثم حاجة ايجابية اللي ثم ولدات جدد كما اللي تسم الماراطن وجدي بوكحيلي اي وجدي نعفو هذو من الجيل الجديد احنا يلزمنا نوف الامكانيات لولدنا اشتو الامكانيات او من نحكيش على امكانيات احنا كما الساعين بيش يبدو خطو الرياضيين الكل ما هو من ظروف اكثر من تعيسة في عائلات هم كل شي انتي يزم تاخوهم انتي يزم تاخوهم مانش هذيك عليش احنا تاو قاعدين ساعين بيش نحبو ونبنيو ومغادك تنقي به الولدات معنا تكون جديدة خطو احنا باو سيفي تاو عنا قاعدة تكبر عنا وابطال قاعدين يكبر باو ثم جديد اما مش في زم الناس الكل قاعدة تخدم على ذكر الجزايا الجزايا ما فتتناش في الالعب القوى احنا لولانية ديما نقعد الولى في الالعب القوى اما الجزايا فتتنا فين وقت في رياضات جدد اللي دخلوا رياضات جدد اللي احنا تخنى اما مزلنا باش نحاولوا معنا ان شاء الله معنا الثمار متاحهم معنا تعطيهم خطر ما تنجمش في اه في اربع سنين وتقولوا خرج شامبيون ما يازم يازم خدمة على التول وان شاء الله معنا احنا كنا نوفرهم الظروف اللهم بش واحد وربي حبيت ثم حاجة ثم اللي هو قربنا اليوم 3 ديسانب هو اليوم العالمي للمعوق هاليوم العالمي احنا كاللجنة بارليمبية حبيناه بور معنا كلمة المعاق ما حكاية احتفالات لا حبينا نشاركو معنا اطلبنا من وزارة التربية اه انتو امضيتوا اتفاقية تعاون مع وزارة التربية احنا اه وزارة التربية باش تاخو معنا باش تخصص يوم 3 ديسانبر باش تعرف بالرياضة البراليمبية وباش نعملو احنا معنا باش نسجع وليداتنا خطر سي امبورطان يازم لولد يعرف الرياضة البراليمبية والناس الكل معنا شعب كامل يعرف وش نعملو معنا مسابقة زادة اللي رسم للوليداتنا ذات خلالها جاواز والبوت متاع هدي هي التعريف برياضة البراليمبية خلي تاخو مكانتها خطر تقبل معنا حتى سبانسور دوك احنا تاوي قاعدين نخدمه معنا قليخ بجوانحو حتى فرمني ديما نقول احنا نقول ديما احنا قصرين خطر هذي يزم احنا خطر تخدم كل مطوعين خطر الناس كل احنا تشوف لجنة لجنة البراليمبية واحد نتوضف باك والناس الكل متوع انتو واحد مارك شاها لانتو واحد لانك رويابل الكتب عم مش مش ها لعب الفينانس فاهمني دوك هذيك عليش كن يليت كن في مان بلوزيخ هوا ناعب في بربع شويل متع الليزانسيان متع الاسبيرانس خدمنا مع بعض على حكاية البوتشيا خليل وقتا شويل بسيط تربوسات بتاع اللعبين يتصير وقت الكمبيتسيان بارك ولا ماخدين على طول شو هم يتناو على طول اما ثم تاق تابوسات مانا ديمة مانا بريوديك مش خطى ثم عندك لأ يزم ساعات يقع يتلموا احنا شوف ساعات يقول النساء للسؤال يقول كيفش النتائج تو يجيبو مش معناها خطى احنا ولداتنا هاو شوك عندهم العزيمة ما عندهم في الدنيا كان سبور دوك يحب يلبو سافر مي يحب يبين وفي حاجة في السبور بشي ياخ وبقعة احنا عاملين عاملين دي سانتر مثلا في قبس عاملين سانتر في قفصة في سانتر في اه يتلمو شكل فيتوس العاصم عزيك وقت يجي عنده عندي بين ما ولا واحد كل شي تلمو الابطال هذوم ولا رأوا النجوم في مناطق متاحهم وشجعوا عديد من اصحاب الحاجات الخصوصية انهم يلعب تشوف قصة احمد بالمصلح كتشوف رواج بابلي كتشوف كتيلة رأهم هذوم وراهم حركة روعة ليلي زادة روعة دي طبعا رمز وطني نعتبر في الرياضة احمد من اللي قال استوفيق رأوا من القياسية وبالميداليات بالهزات المالية اللي تسير وبالتربصات اللي يمكن هم محبش يحكي مع انتا كانت توفر حاجات اخرى يمكن يمشيوا اكثر معيد وفوض زي مجينيش مقل اللعب يبلعب نيك شوف رأحمي لي هذا زي مع انت مدين اكثر دلوعة عاملين الكلمة اخيرة يعني في بعض ثواني تحب النيدال الوحيد هو الاولياء الاولياء اللي عنده كل واحد العقلية تبدلت وغزمون قاعدة تتبدل خطر وشوف الاشكال باشا الناس اللي عنده ولد معاق كله مخبية كله نقولوها كله حاشم به فامني شوف اي تبدلت العقلية تبدلت توا غزمون ثم اولياء قاعدين والله اليوم الصباح احنا عشمين فامني انا قلهم خرجوا وليدكم خليهم يعاملوا احنا انا قاعدين كلجنة بالابية نعملوا كل يوم انا دور عليهم تقاعد انا مشينا سيدي بوزيد عمالنا مشينا القفص عمالنا مشينا سيليان عمالنا معنا المعتمد في المنطق اعرفهم لدرجة هواية انتي مدى لهم يدون خطر انتي قلت كلمة صحيح حياس رو فام اللي يحشموا ويستنى فك الخطوة اللي بيش يخرج يخرج منها للعالم هذك 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 ولكنا اليد في اليد اذا نحبوها معنا الرياضة البرالابية تقعد منورة تونس وشوف كيتشوف والله والله مش نتكلم خشبية او كيتشوف العالم والله كيتشوف معنا معنا والناس كل واقف على تونس لا الحمد لله نحنا لكل حال ونخدركم ان شاء الله مزيد من النجاحات وهذا يا من شكوش فيه نظرا يعني للقيمة وكذلك التونسي حتى في قلة الموارد يلقى يعني الحلول وان شاء الله من حسن الى احسن بفضل نمشي ونفاصل موسيقي ثم نرجع